فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة أغلبطون غير مؤسسة وتمحورت حول عدم استفادة أصحابها من السكن تجرى القرعة الخاصة بسكن التنقية التي أفرج عن القائمة الخاصة بها من تصف الشهر الفارض نهاية أكتوبر الجاري حسب ما صرها به لنا السيد رحموني مراد رئيس دائر تهران معكدا بأن عملي الترحيل ستشمل مواقع الثلاث وهي شكلاوة ببلد تهران وعين البيضاء وواتليلات كما صرها بأن الترحيل لن يكون قبل استكمال أشغال متابقية غير أنه لضبط الهمالية ولطمئنة المستفيدين سيتم إجراء القرعة تنفيذ لتعليم السيد سعيد سيود القاضية بتوزيع كل حص الجاهزة والتي تجاوزت بها نسبة الأشغال 70% وبما أن هذه المشاريع في مراحل متفاوتة من الجديد وأغلبها متقدمة الأشغال سيتم إجراء القرعة لتحديد المواقع وكذا تحديد الإمارات الطوابق والشقق وتسليم المتحولين على هذه السكانات قرارات توجيه تسهل عملية ترحيلهم في ماباد ويتعلق الأمر بـ 5400 مستفيد كما كشف ذات المسؤول بأن دراس الطعون المدعى والبال غددها 888 طعن تمت بشكل أولي وقد تأكد عدم تأسيس أغلبها حتى أن رئيس دائرة صرها بأن كل طعون تقريبا غير مؤسسة لأنها ترتكز على عدم من أصحابها سكانات ولا تتضمن تقديم أدلة وإثباتات على عدم أحقية مستفيد معين ولا أحقية الطعن في الأولوية أكثر من مستفيدين لأنهم جميعهم تتوفر فيهم الشروط حسبات صريحة وبالتالي فإن القائمة لن تتغير بشكل كبير ولكن يبقى القرار النهائي في هذا الإطار في هذا الإطار اللجنة الولائية المختصة لوحدها بالنظر في هذا الطعون ولا علاقة للدائرة بقرارها النهائي وكشف ذات السياق أيضا بأن اللجنة الولائية لدراس طعون ستجتمع الأسبوع المقبل للبث فيها وهذا التسهيل والتحضير إجراءات تنظيم القرعة كما سابق الذكر وسيكون قرار الجنة الولائية سيبدأ سيدا ونهائيا وسيتم الإعلان عن نتائج هذه العملية وبعدها تنظيم عملية القرعة التي ينتظرها المستفيدون بعد سنوات ووقود لم توزع فيها السكنة الأمومية الإيجارية سوسيال بالتنقيت لتذكير فقد أفرج الدائرة على المنتصف الشهر الفارض سبتمبر عن القائمة الإسمية المستفيدين الخاصة بالحصة السكنية ضمن برنامج السكن بالتنقيت التي شاملت 5400 مستفيد وقد نشرت هذه القوامة الإسمية على محاقة التواصل الاجتماعي فيما فتها تطعون وتم استقبال المواطنين بقصر المعارض بالمدينة الجديدة لمدة ثمانية أيام بعد أن كانت هذه الحصة مجمدة منذ سنة 1996 ليعادة حيل ملفات ميزاجر الدوسي من قبل دائرة وهران في مرحلة أولى وبعدها دراستها من جديد وقد تمت دراست الملفات حسب المسؤولين على العملية في شفافية كاملة وفقا للقانون بدأ أن استقبلت اللجنة حوالي 83 ألف ملف أو دعا ودعت بمصرحة السكن يعود الكثير من هذه سنة وتسبعينات وما فرض توسيع هذه الملفات على حصص ودراستها خلال سلم يقوم على درجة الأقدامية والتنقية الذي يخذع لمعايير محددة قانونيا وارتكز الطريق دراست الملفات على الوسائل الإلكترونية إضافة للتحقيقات الميدانية التي أجردها فرق تابعة المندوبيات البلدية أربي فرج الجميع وشكرا ترجمة نانسي قنقر